في ذروة الانهيار الحاد للبرسات العالمية تصنع شركة إنتاج اللقاحات الاستثناء لتكون أكبر الرابحين في موجة عنيفة خلفها ظهور سلالة جديدة متحورة لفيروس كورونا مجموعة فايزر الأمريكية تصدرت قائمة الرابحين بارتفاع قيمتها السوقية بنحو 18 مليار دولار في جلسة واحدة بعد أن ارتفع سهمها بأكثر من 6% في تداولات الاثنين سهم بيونيتاك حليفة فايزر في تطوير مضادة الفيروس التاجي قفز هو الآخر بـ 14% في ظرف أسبوع ليراكم أرباحه القياسية منذ بداية العام الجاري الذي ارتفع بنحو 47% مكاسب مرشحة للارتفاع على وقع الأنباء الإيجابية بشأن تتويج لقاح فايزر بلقب المنتج الدوائي الأكثر مبيعا في السنة وتوسيع استخدامه ليشمون فئة الأطفال مع توقعات بتطوير لقاح جديد مضاد لسلالة الجنوب إفريقية في غضون مئة يوم على أقصى تقدير دولة مجموعة موديرنا سارت على نفس النهج محققة قفزة في سعر أسهمها بلغت 21% في جلسة الجمعة الماضي في أحسن أداء يومي منذ بداية الجائحة مارس 2020 منحة صاعدي يتعزز بتصريحات لمسؤولين داخل المجموعة الدوائية الأمريكية بشأن قدرة لقاحها في تحييد أوميكرون بالتزامن مع اختبار لقاحات جديدة في غضون الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة